بقى اسمك رانيا فريد شوئي نجوميتك من رانيا فريد شوئي لكن هو كمان وجوده معيك ده حملك مسئولية اني مش عارفة تعملي اي حاجة مايرضاش عنها او اي حاجة تاخدش المسئولية دي وهو مرة زعل من دور انت عملت اه ايه اعملت راقصة بس راقصة ايه يعني اللي هو اللبس كده ويدب مش عاليان يعني خالص خالص سينما ولا مسلسل فيلم سينما اه فقالك ايه معا مش فاكرة كان اسمه ايه نسيت طب ومغلف بشوكولاتة ومن وقتها انت خدت قرار ان انت لا عملت راقصة بعدي احفر والسبب ايه اه بس اكيد كان دور مختلف لا لا مرضو نفس الحكاية تعملي ايه ما تعمليش حاجة تعمل المسبوع تغلب على الفنان غار عليك ايه طبعا هنا الاب بتغلب عن الفنان مالهاش قالك ايه يعني المواجهة كانت قوية ولا كده ليه ليه فبصيت له اللي هو انا فنانة بعمل فرايتي لازم انوع وبعدين فعلا مفيش حاجة اه يعني عملتها اوفر فهمت ايه اه طب ما اقتنعش برضه ما هو محاولك لا ما هو من وقب اب 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 تقدريش طب رفضت حاجات عشان رانيا فريد شاوي عشان مسئولات الحفاظ على الاسم الكبير والله لا انا اصكل واحد ليه طبع برض سوسو يعني انا انا بطبعي خجولة على فكرة ما يغركيش للمناظر لا انا متعكدة يعني اكسب قوي فكرة ساعتما يقولك تعالي باي سوير معي عشان انا هكسب اخشي الوعدي يا لابا كده يعني فانا بطبعي ده خلاني ما عنديش جرؤة ان اعمل حاجات جريئة يعني انا ده طبع فيه اصلا يعني فغير بقى ان انت تربيتي في بيت فني قوي بيت الفن بالنسبة له رسالة الفن بالنسبة له خدمة المجتمع موضوع كبير يعني مستهل يعني فانتي طلع عندك تشبع تشبع بالافكار الحلوة الافكار المفيدة ممتلئة خلاص ومتشبع كان دايما يقولك ايوة يعني العمل ده عايز يقول ايه الرسالة ايه الهدف مش على فكرة فيه نوع تاني من الفن مش لازم يبقى فيه هدف يعني يعني ده موجود بس هدف بردو فني بس هو اختيارك لا احنا دام يقولك الفن رسالة لا هو على فكرة فن رسالة واختيار وبردو الفن تسلية ما نقدرش ننكر ايه انا مختار ايه ففي نوعية كده وكده انت اللي بتختاري انت عايزة تتجي يعني طيب انا عندي انا عايزة اقول حاجة قبل ما اتطبخ هترود يا عصري الطبخ طبخة 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 شطرة جدا 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 اه انا اه اه تام الحلويات وبتام المحش وبتام العزنوتش ايه ده لا خلاص خلاص الخيانة لا اه دي خيانة فعلة